اشتركوا في القناة بها الشركة القابضة للنفط والغاز والرامية لتطوير هذين القطاعين والاستثمار الأمثل فيهما باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني هو الأمر الذي يتفق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعدم حفظه الله ورعا وتطلعات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس المزرع حفظه الله المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أكد سموه على أهمية مواصلة شركة جابكس مسيرتها نحو الارتقاء بمنظومتها بما يتوافق مع التطور الكبير في قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين والذي يسير بخطة ثابتة نحو التطور التقني والفني والإنتاجي الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة المملكة تنافسيا ويحفز البيئة الاستثمارية من جانبه أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد عن شكر وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على ثقة سموه بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البيت الكمويات جابك مؤكدا أن الثقة الغالية تمثل دافعا كبيرا نحو تنفيذ رؤية سموه التطويرية ومواصلة مسيرة الشركة الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بقطاعي النفط والغاز